اشتركوا في القناة بوليتانو لوزانو وايضا انسيني برعي لقاء مثل هذا يؤكد له الناس ان مكانته مفقودة وانه من الخطأ تجديد عقده الرحيل لنادي اقل قيمة واللعب احسن بكثير من البقاء في نابولي هذا رأيي الخاص طبعا الان الى اخبار اليوم نبدأ عدد اليوم بالتألق اللافة الذي ظهر عليه الجزائري حكيم سدادك في لقاء امس ضد مارسيليا والاشادة الكبيرة التي حصل عليها اليوم من عموم الاعلام الفرنسي سدادك كان قد لعب تسعين دقيقة وقدم كورة حاسمة فيها بفوز فريقه بهدفين دون رد الجزائري وعطفا على مستوه الكبير اختير في تشكيلة الاسبوع بحسب صحيفة لكيب التي منحت التقييم سبعة من عشرك على تقييم لأصعب الجهة اليمنى من الدفاع ليس لكيب وحسب موقع هوسكورد وكما تلاحظون ايضا اختار سدادك في تشكيلته المثالية ومنحه التقييم سبعة فاصل ستة من عشرة بعد ارقامه الرائعة جدا ليس الاعلام الفرنسي فقط حتى الصحافة التركية اشهدت بسدادك تقارير تركية وفي حديثها عن مستوى نجم المنتخب التركي ولعب مارسيليا جانكيس اوندر قالت انه كان مختفي والسبب تواجد ظهير اسمه حكيم سدادك من جانب كليرمو اعتقد ان الحديث عن مستوى سدادك فنيا لم يعود يجدي اسدادك اثبت واثبت واثبت وعدم استدعائه للمتخب ليس فني قلت هذا سابقا واقوله الان من اسدادك الاكبر الى شقيقه الاصغر حكيم كريم عفوا وضعية الشاب الجزائري ليست جيدة عكس شقيقه فرغم كل ما قيل عن موهبته الكبيرة في بداية الموسم الا انه لم يتمكن من فرض نفسه في شارلوروا لعدة اسباب اهمها الاصابات المتكررة موقع اريا نابولي المقرب من نابولي قال ان ادارة النادي ليست متأكدة بشأن تجديد عقد اللاعب الجزائري حيث سيتعين على المدير الرياضي اتخاذ قرار قبل نهاية الموسم اما التجديد او تركه يرحل لحال سبيله بالمستوى الذي يقدمه حاليا مع شارلوروا ومع تقدمه في السن اكثر حيث لن يكون قادرا على اللاعب مع شباب نابولي الموسم المقبل اعتقد ان اسباليتي لن يحتفظ بكريم وعلى اللاعب الجزائري البحث عن وجهة جديدة من الان اصدر نادي براست الفرنسي بيانا اكد فيه ادانته الشديدة لما تعرض له لعبه الجزائريوس بليلي من عبارات عنصرية وهتفات مشينة وهو ما كنت قد اشرت اليه في عدد امس لمن تابع العدد طبعا ادارة رانس بدورها ادانة العبارات واكدت انها ستفتح تحقيقا موازيا مع نادي براست لكشف كل الملابسات بيان ادارة رانس كان قويا وقال ان الكل في النادي يرفضون ما حصل اللافت في بيان الناديين انهما قال انه لا يوجد اي دليل ملموس على الهتفات لا فيديو ولا صور ولا اي شيء لكنهم سيحاولون الوصول للحقيقة ننتظر ان كانوا سيصلون للحقيقة فعلا بعيدا عن ما مر به بليلي من امسية سوداء بسبب العنصرية يتعرض الجزائري لضغط رهيب من صحيفة ليكيب ليكيب كانت قد منحت يوسف التقييم الاسوأ في اللقاء قبل الماضي ذي داران وهها هي تعود وتمنحه التقييم الاسوأ ايضا في لقاء يوم امس يمر الشاب الجزائري مهدي ليريس بافضل اوقاته في كل مشواره ليريس الذي يلعب لنادي بريشيا يقدم مستوى ممتاز وهو في طريقه لتحقيق الصعود مع ناديه للسيريا وهو ما جلب له الاشادة من اسطورة ايطاليا في ليبو انزاقي في بو انزاقي وفي تصريحات اليوم الاثنين للإعلام الايطالي اكد ان مهدي ليريس لاعب مهم جدا في خطته وانه يبني عليه طريقة اللعب بشكل كامل كلام يؤكد القيمة التي وصلها البرتغال جزائري وهو الذي عانى في كل تجاربه السابقة نشير الى ان مهدي ليريس معار من سامدوريا وبمستوها الحالي سيلعب بكل تأكيد في السيريا الموسمة المقبل مهدي يبلغ من العمر 23 سنة ولم يسبق له ان استدعي للمتخبات الوطنية السنية احسن خبر يمكن ان تسمعه اليوم إبراهيمي قد يعود لأوروبا في نهاية الموسم الحالي وهذا بعد نهاية عقده مع ندي الحالي الريان ياسين بدأ على ما يبدو في حزم حقائبه والعودة لأوروبا ستكون قريبة جدا تقارير فرنسية كشفت اليوم ان اندية فرنسا وايضا اسبانيا اتصلت بوكلة الجزائري الذين بدأوا المفوضات بالفعل مع هذه الاندية لكن من دون اشارة واضحة الى اسماء الاندية ولا الاقسام التي تلعب فيها ليس فرنسا واسبانيا وحسب انجلترا قد تكون وجهة مقبلة ايضا لابراهيمي لاعب الخضر يملك من هناك بعض المهتمين الذين يغريهم وجود لاعب حر في نهاية الموسم حيث لن يتطلب ضمه سوى الراتب السنوي من دون اشارة واضحة افوا للقسم بين البريمير ليج والشامبيانشيب في الاخير قال نفس المصدر ان وكلاء ابراهيمي تلقوا ايضا عروضا خليجية ومن دون شك من دوريات قطر والسعودية اضافة الى امكانية تجديد عقده في الريان وهو الامر الذي استبعده شخصيا ابراهيمي لم يفد الريان بشيء منذ وصوله رغم الراتب الضخم الذي يتقضعه رغم تقدمه في السن 32 سنة الا ان ابراهيمي يملك فرصة العودة واللعب في اوروبا هل تعتقدون انه قادر فعلا على ذلك وما الوجه المفضل بحسب رأيكم اتركوا لي اراءكم في التعليقات شكل غياب لعب الخضر اسلام سليماني عن تشكيلة فريقي سبورتينغ لشبونة الاساسية والتي وجهت نادي استوريليوم امس الاحد صدمة لكل عشاق اليزائري الصحفة البرتغالية باتت ترى ان رؤيت سليماني اساسيا في الظروف طبيعية صعب جدا مشاركة سليماني كانت واردة لان النادي عانى من عدة غيابات خاصة في الهجوم لكن رغم ذلك المدرب اموريم اصر على الابقاء على خطة اللعب بقلب هجوم وحيد وهنا سليماني هو الرقم اثنان بعد باورينيوم مدرب سبورتينغ وفي تصريحة نقلتها عفوا صحيفة ابولا اليوم طمأن الجميع بشأن امكانية مشاركة سليماني كاساسي مستقبلا وقال انه مرن في خطته ولن يتمسك بخطة اللعب بقلب هجوم وحيد ولن يكون مفاجئا لأحد ان شارك سليماني وباورينو معا في قادم اللقاعات اتلقى الكثير من الاسئلة عن وضعية لعب الخضر ونادي لوغانو محمد الامين عمورا عمورا لم يشارك مع ندي لوغانو منذ عودته من الكان والسبب المعلن هو الاصابة الصحفة السويسرية كما هو موضح اكدت ان غياب عمورا عليق ساند جالن الاخير مثلا كان بسبب الاصابة لكن من دون تأكيد دقيق عن طبيعة هذه الاصابة ولا خطورتها صراحة تعتيم اعلام كبير من الصحفة السويسرية عن وضعية عمورا ربما لان لوغانو لا يملك اعلام اصلا توجى اليوم الاثنين الدولي الجزائري بغداد بونجاح بلقب الدور المحلي في قطر وهذا بعد ان سحق رفقة دقيق زملائه في السد النادي الاهلي بثمانية اهداف مقابل هدفين لقب يضاف الى الخزينة الممتلئة للجزائري بونجاح شارك اساسين في هذا اللقاء وقدم مستوى مقبول جدا وسجل هدفا هو الثالث عشر له هذا الموسم كما قدم كورة حاسمة في هدف رقه الرابع الذي سجله سانتي كازورلا بونجاح كمجارة العادة ضيع كورتين سهلتين لكن الخبر السيء انه خرج مصابا بين شوطين لقاء اللاعب الجزائري وبحسب الصور يعاني على مستوى اعلى عضلة الفخض ننتظر ما ستقوله ادارة السد عن الاصابة في قادم الايام الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا ان شاء الله في عدد جديد السلام عليكم